بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل على النبي محمدي واجعله شافعا لنا يوم غد أما بعد سؤال يروقني هل يجب أن يكون إصدار الأحكام على الحلقات القرآنية عشوائيا فأقول وبالله التوفيق لكون الحلقات القرآنية متعلقة بكلام رب العالمين ينبغي أن نلزم الدقة والحذر حين نريد تقرير الحقائق المتصلة بها أو نريد إصدار أحكام عليها فعلينا أن نحرض أنفسنا من أجل توليد أفكار لرقيها أو تطويرها وأن نحفز القائمين عليها على أن يبدعوا في إيجاد البدائل والحلول لمشاكلها شكرا